السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نتكلم عن حرف الجار كسم الثاني فهذا ما بدنا اللوح نحن شفنا بالكسم الأول عشرة من الحرف الجار هلا بنشوف السبعة الثانيين لهم بارا إلى بور عبر أو من خلال بيرانتي أمام سين بدون أو دون سوبي تحت سوبي عن أو على أو تراس وراء فهذا بدنا اللوح الجملة اللوح جملة اللوح أثبأ إلى الميين أو إلى سار جميلوز ، ال James odds إسجير من الميزة جميلوز ، النافج module جميلو ، عبر لأن النبات كمان مديني في جنوب البرزيل 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 فهونا عنا عدد حرفجار عبر على جملة أخرى مديني في جنوب البرزيل مديني في جنوب البرزيل مديني في جنوب البرزيل كمان مديني في جنوب البرزيل إن شاء الله عدو معي أعرف أن لديه واجبات أمام الله إذن هنا نحن عنا بيرنت أمام حلا جملة مع استعمال سين غوثو دي طوامر كفاء سين أسوكر غوثو دي طوامر كفاء سين أسوكر عنا حرفين جار دي حرفجار سين كمان حرفجار أحب أو أعجب أن أشرب كهوة بدون السكر السكر كلمة كمان أصلا من العربي كمان أهوي كمان كفاة كمان أصلا من العربي عدو معي إلي فياجو سين لفار السوى جاكيتة إلي فياجو سين لفار السوى جاكيتة هو سافر دون أخذ سترته هوني سين كمان حرف جار بمعنى دون أو بدون مثل كفاة سين أصلا من العربي فياجو سين لفار هلا ستعمل سوى تحت من منكم يحب أو يعجب العمل تحت الضغط دي حرف جار دي حرف جار مرة ثاني سوب حرف جار اللي هوي مثل لأخذني تحت جملة ثاني سو بي نوفا ديليسون سو بي نوفا ديليسون سو بي نوفا ديليسون مثلا إنت شتريت محال أو شارت محال وبدك تفتح المحال بي نفس الشيء لكين أبل مثلا إنت شتريت محال ماتجار كين يبيع أكل أو ماتجار يبيع ملابس فبتحط ننو تحت إدارة تون جديدة سو بي نوفا ديليسون تحت إدارة جديدة هلا بي حرف جار سو بري على أو عن على أو عن م الكتاب موجود على الطاولة مثل بالانجليزي the book is on the table هوني سبري على أو عن يبتتحدث عن الموضوع يبتتحدث يا شيء على شيء ثاني اخر شيء هوني تراس وراء ماذا موجود على هذه الابتسامة هوني تراس هي اخر حرف جار اساسي ما بيجي لحالو ديما بيجي قبلو حرف من حرف الجار ممكن يجي قبلو دي بتصير من الوراء أو من الخلف دي تراس ممكن يكونوا مع بعضكم كمان هاضي او مفرعين نفس الشيء من الوراء أو من الخلف ممكن يجي قبل تراس بور بتصير عبر الخلف أو عبل الوراء وراء وممكن يجي إلى الخلف إلى الوراء مثل آخر خذ سيارتك إلى الخلف من فضلك فهو هن الـ 17 الأساسيات بالدروس القادمي بنحكي بعد درفين عن حرف الجر مهم جدا دائما وقتما تدرسوا مش بس تحضروا الفيديوهات جيبوا وراء وقليم وكتبوا وتحت فيه صورة عن اللوح فممكن تطبعوها وممكن تصوروها وتفتحوها على الجوال وكتكتبوها تتمرنوا عليها والصوت اللفض تتمرنوا على اللفض كمان حتى بتصيروا أحسن وأفضل بالكلام المحادثي بإذن الله تعالى نراكم بالفيديو القادم لا تنسونا أن تضعوا التعليقات حتى دائما الفيديوهات تكونوا مناسبين ويكونوا مفيدين للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر